الاهلي يواصل صدارة منفردا بعد التعادل مع فيوتشار بدون اهداف كابتن شريف تعادل سلبي سيطر طبعا الشوت التاني النادي الاهلي يعني جات له فرص واضع بعض الفرص الكثير من الاهداف يعني انا من وجهة نظري ان تقريبا فيوتشار كان بيلعب في نص ملعبه الشوت التاني بس جات له فرص ولم يوجد اللاعب الذي يستغل الفرص مش معقول حتى انت بتلعب باسترايكر على طول بيلعب برا للصندوق يعني على طول بيلعب برا التمنتاشر ولما خرج السترايكر بتاعك ما نزلتش السترايكر اللي هو الاساسي بتاعك محمد شريف ولما ما غيبتش محمد شريف على استرايكر بتاعك برس يتاوي في حالة وجود كرات عرضية كلها عالية اعطاك الدنبيرت ستاوح يكون حزوزه مع الكور دي هتبقى لازم يبقى الكورة جيلة وما فيش اي اشتراكات ما فيش اي حاجة غير ان بعض التغييرات دخلت في اوقات انا او يعني دخول طاهر وكريست وقفشة ماشي كان لازم يحصل تغيير في الاسماء اللي دخل في الاوقات كمان يعني كان لازم يبقى افشا ومحمد شريف مثلا واحنا قلنا في الهوفتايم لو حتدخل محمد شريف لازم تستغنى عن حد من الاطراف واحد من الاطراف ويخش محمد شريف جنب الكهرباء هو ده اللي انت محتاجه النهاردة كنت انك انت تلعب اكثر من لاعب خط 18 وقلنا الكلام ده خلال الهوفتايم برضو ولم يحدث اي تغيير حتى في التغييرات اللي حصلت كلها اللعب اللي بيخش جوه العمق اللعب اللي هو الزيادة العددية اللي بيجي من الخلف يعني ممكن واحد يبقى رايح بيشوت كرة زي على طول النهاردة مروان عطيه حاطة نفسه الحقيقة هو الوحيد لو تشوفه جاي من الخلف وعنده فرصة التزديد وعنده فرصة تصويب وكل حاجة وهك ما فيش واحد بيعدي من جنبه سبرينت جاد يروح هو مدهال ويروح رايح يبقى هي دي كرة اتلعبت مرة واحدة لكهربا وحطاها في ايد الجنش فحس ان الملعب النهاردة تاني طايم الفرقتين مجهدين جدا يعني حصل عليهم بالجهات باهم بيبسوا البعض جات فترة كده الفرقة دي بتقطع كرة تديها للفرقة دي الفرقة دي تقطع كرة تديها للفرقة دي خلاص يبقى غاب الوعي وغاب التركيز عم بناء هجمة جيدة وبتريت تدور على العلي معلول فين بس انا ما شفتش وجود لفيوتشا رشود التاني خالص ما هو مفيدي بقولك بقى بيبسكوا الكرة يطعوه من انا ويروحتيك مدهالك تاني انت بتاخد الكرة وتعمل محاولة تتقطع برضو بتتقطع ببص سازق يعني ديانج النهاردة تاني تهاشا خايم وقف بيدور على اللعب او أنا بعمل دوري كويس فين بقى ادوار التانية اللي هي تقدر تعمل مساحات وتحركات لللعب اللي معاة كرة الحقيقة مش موجود خالص النهاردة. حتى بيرت استاوي النهاردة يمكن بعد الشوت الاول اللي عمله كويس اوي. الشوت التاني بقى جوه العمك هو مش اللي بيشتغل حر هو. بس ما هيبقى تحت الكابة وكلام من عيبة حظوش. لو انه جات له كورتين يعيما لازم يخده من اول مرة. يعني انا ما عرفش التوقيفة. ما يستناش عليه. تلاتة هيروح اطير الجلوب معاك ما انت مش هتقدر. انت جات لك كورتين انت خلص الماتش. اه حيجي لك كورة تانية انت مش مستنيع تربط في رجل اللعب. في حاجات كتير او كن احنا موفقين فيها المقصوات اللي فاتت. النهاردة غاب عنك التوفيق. فما اخطلش حاجة اه. انك انت اه بتلعب وبتتعادل اه المباراة. ولكن احنا ليه ما بنحبش ان احنا نتعادل المباراة ولا? وخاصة ان انت اللي باني ان انت صاحب كل حاجة ومبارات اللعب وانت الماء يعني استحوازاتك وكل حاجة. اه خلاص بتجي لك التعادل بالنسبة لنا. شكله مش حلو في المسيرة اللي انت ماشي فيها. اه في مجريات الامور اللي انت متحكم فيها. الفترة اللي فات. كان النهاردة هدف واحد بيخليك بتروح على الماتشين الماتش الجاي ده والماتش بتاعك. خلاص. ان مشابه التعادل ده لما بييجي بيبقاش اه نفسين كويس. اه. خلي عيبة بقت اه. تحيس انها عندها موجود كبير قوي. على الماتش اللي جاي انها مسؤولة ونرجع للضغوط تاني. فعاية ان انت ما عندكش ايضغوط. ما عندكش ضغوط خلص فيها حاجة. بتلعب عادي منشتك عادي. الاسلوب العادي اللي انت بتلعبه. وانا اتمنى. انا اتمنى ان الحالة كلها في الضغوط انا يعني. احنا بطلنا نقول اعظار الماتشت كل تلاتة ايام وكل اربعة ايام. ولكن الحقيقة كل تلاتة ايام واربعة ايام هتلاقي. مرقة جدا. هتلاقي حالة زي دي كده النهاردة. في التلحق اللي انت فيه ده. فوناس كتير قوي بتبحس لك على الشرطة ده. ولكن انت في ايدك. انك انت بنتيجة كله بورا ما تخليش حد يقدر يروح معك في سكة تاني اه. فهرد لك النهاردة على الاتنين النقطتين دول ونتمنى المباراة الجاية اه نحقق فيها الفوز دي هتبقى الرد على المباراة دي. ان شاء الله رب. ان شاء الله. كابتن علاء اتعادل اضاع النقطين على النادي الاني اللي كان الافضل النهاردة. هو اتعادل اه اتعاد مش مستحق. مم. يعني رغم ان انت مش فحسن حالتك. لكن منافق ما عملش حاجة خالص. يعني عشان بس انا اتكلم. انا معك في دي. اه يعني من هيص الامور. انت يعني انت مش فحسن حالتك ماشي. لكن منافس ما عملش حالة خالص. عشرة التاني ما فيش حاجة خالص. لما تشوف الحصائيات يا ايمن. انت هيجي لك زهول. من تزديد مسلا لنادي الاهل. دربات روكناه النادي الاهلي ودربات روكناه النادي الاهلي ودربات روكناه كويس استحواز مسلا. بس كل الى ايضاة روحول عليها عامة اكس. ان مش هيفيت بحاجة. انك انت في الاخر نتيجة اللي هتبص عليها سفر سفر. ليه سفر سفر. النهاردة انت. انت في نشط الاول ماشي انت. انت برضو الاحسن وكل حاجة. بس في حاجات. في زيادات او نهاردة في الملعب. في اه في اخطاء في الشكل نفسه في الملعب كتير قوي. في مغالاة وانك عايز توصل لاقصى حاجة في الملعب بتوصل للجول. مع ان في يعني مش لازم وانتو اوصل لحد السكس هاد عشان اجيب جول. لا. في حاجات لازم تبقى اسرع من كده. في حاجات اللي لازم يحتاج لمسة واحدة. مش حاجة مش لسه اتوقف وتستنى. ده الشوت الاول كان في شوية كده زيادات. الشوت التاني. ماشي. انت كرة معك. تعمل هجمة. تعمل هجمة ومشكلتها ان هي هجمات كلها مش منظمة. يعني حتى التماركز على العيب غريب شوية. بتلاها مسلا اتنين تاتة في مكان. بتلاها حتى انا يا فاضية. الكسافتك الهجومية اللي ما انت بتعود عليها. تاكاد تكون منعادة من النهاردة. مش موجودة. يعني اقرب فرص جات لمين? محمود كهرباء واحدة. وجات يعني صعبة شوية انها بعيدة. وطلعها جنش. بيرسي تاو. اتنين. وزي ما قال لك يا ابن شريف. ايه? القرار. القرار. قرار مش لازم. في حاجات استحالة حد يستنى عليك يا ايمن. تتخدم على عيبها. زي ما هي. في المكان ده في التمنتاشر ده وما شاء الله انتم. كان معنا اتنين راس حربة. الاماكن دي قدما انت دخلت التمنتاشر. لازم تتعامل. لكنك انت راس الحربة الاساسية. اللي هو ايه? لازم عطول لمسة واحدة. لطشة واحدة. مش هتجي لك تاني الكوار دي. مش هحتاجه وقف. في كورة ثلاثة دخلوا عليه. دي لمسة واحدة جوري. كويس. في واحدة جات لأحمد وقندوسي. على شماله التنفيز النهاردة ايمن كانت مشكلتك يعني مشكلة الماتش دي النهاردة التنفيز. وقعش قوي? والقرار متأخر. بس. لكن انت اه كان فيه كان فيه تأسيل في حلقة الانهار ده. لان مسلا الشهر التاني فيه تامرينات مقطوع ميز بس كتير جدا. جدا. وعشان المنافس ما عندهش حلول بيرجعلك تاني. ودي كانت حاجة حلوة جدا. ده شهر التاني ده شفتش الشناوي. مبدايا بس. صح. فانت يعني انت اللي بتغلط. وغلطات يعني مش مجبر. كويس. المنافس بياخدها. وهو عشان الحلول تكاد توجد منعدمة. يروح ما رجعلك تاني. بس انت بتسغلش ان الهاجمة معك تاني. انت فيه سن التسرع. زي بقولك انا. التفاهم بين خصوصا السلاسة اوروباية الهجومة بعيد قوي. عايز توصل للكورم بوانتوهات كده في القلب. اللي هي مشكلة ان اكتر حتة فيها زحمة للفيوتشر. القلب. برضو عايز توصل من القلب. عايز توصل من القلب. التماريات العرضية ممكن بلال نوع علي بنشاطين ان هي دايما الكرة العكسية. مفيش حد نمتابع لها. مفيش حد نمتابع لها. فانت النهاردة اللي ديت التعادل ده الفيوتشر. هو مساعدش ليه. عشان بس حتى اللي يقول لس الفيوتشر دافع. لا. فيوتشر ما دافعش كويس ولا حاجة. انت اللي كان عندك اهمال في انك تخلص الكرة. عدم تركيز. فيه النهاردة مغالا شواء في في الشكل الحلو. وده مش مطلوب على فكرة. مش مطلوب. ديانج النهاردة يمكن اقول كلمة على ديانج. مع يعني غلطان بقى او مش غلطان فيها بس انا دبعا ده وجهة نظف ديانج. ديانج اما بيبعد عن رقم ستة بيفقد. في حالة تانية. خمسين في المائز دي في بين مستوى. هاي. ديانج في قلب الملعب على ستة لها الدائرة دي. الموضوع مختلف تماما. تماما. ممكن مروانة على فكرة ادي حاجة مع الجناب ممكن. انما ديانج انت بتفقده تماما. الكلام ده بص انا بتكلم ازاي ان لعبت النادل الآن نهاردة. مش فاحسنا حالة. فيه تسرع وفيه عدم تركيز وفيه وفيه وفيه. رغم كل ده ما تتعدلش. صح. فكل ده اقول لك ايه? ان المنافس ما كانش عنده حاجة. المنافس كان حتى حيثة انه هو يدافع بشكل منظم ما كانش موجود. هي هو الكلمة اللي بقولها دايما ان هنا. انت اللي بتدخل المنافس معاك الملعب. انت اللي بتخلي تخلي شكل منافس. اه في الاخر يبص على نتيجة تعادل مع النادل الاهل هيوحسب للمنافس وشغل تقدريبي وشغل تكتيك وكان ما اقفل. ومكشفي حاجة حصلت من دي خالص. لو اي هدف دخل من كل من الاهداف اللي هي جات لعبة النادل الاهل. كان موضوع اختلف تماما يا ايمن. لكن هي اخطاء. اخطاء من من اكتر من اللاعب النهاردة مش مشكلة. يعني انت عندك اريحية. المباراة الحمد لله موجودة وفرق النقاط كبير جدا. انت ما عندكش ما انا ما بكامش على الدوري خالص. انا عند كلامي لسه. هي برضو مسألة وقت وان شاء الله هتطوّج بالبطولة. بس انا بتكلم على شكل ادائك النهاردة. وفي سين التصرع. ولازم كدر يبقى. حاسب شو مع بعض اللعيبة. من فيه النهاردة فيه زيادات. زيادات مش. انا بحبش. ما حبش الزيادة في الكرة. اه حسي انت لعيب كويس. وحسي انك بتقد كرة كويسة. بس ما تزودش. لازم تعرف انك بتلعب. انت بتلعب في نادي الاهل. جماعية النادي الاهل دايما اللي في الاخر بتخلي الشكل حلو. مش الفردية. نادي الاهل وعمر ما كان فردي. اطلاقا صح. عمره على مر السنين دايما جماعية. جماعية لعب الاهل بوصلك الاخر المكاسب الكبيرة دي كلها. ده صح. بس ممكن لا ريحية في بعض الفترات. تدي ده. اه. تدي السهال ده. تدي بالزرح. الهدوء ده. ايوه. بص ايمن. انعلوان برات النهاردة دي من بدايتها. الهدوء. انت نازل هادي جدا. فتصرفاتك كلها هادية. تصرفاتك هادية في الاستلام. في التسليم. اما بتقرط مش مش كلا. في انك ازاي تاخد القرار. في انك تخلص الكرة بسرعة. كل ده. يعني لو برسي تقو في ظروفك كده. مش هيستنى على الكرة. انسى. لو لو كاربة مش هيستنى. ايه هتلاقي فيه. عايز يقرص بسرعة. بس انت. خاص بنا عنك على فكرة مش بقول اللعبة. انت ظروفك. يعني الحمد الله فانت. مريح شوية. يعني الامور الحمد الله انت احسن. والفرق كبير قوي. لكن يا كورت القدم مش عايزة كده. يا كورت القدم عايزة. ان اكيد كولر بيقولوا ما انا عايزة احسن بسرعة. عشان يبقى عندي بقى الهدوء اللي انا عايزة ايه. اوصل لي. عشان اخرص موضوع ان شاء الله حاسم الدور. ده. فانت ما تعطلش نفسك. لان انت هتعطل نفسك. هتروح تضغط نفسك زيادة. فاهم. هتروح. عايز تبزي مجود زيادة. مع ان الامور سهلة جدا. كل مبارك اخدها تركيز كويس. تسعين ديقاء اديهاك صح. زي ما المدير الفني بيقولك. بهدوء. بس هدوء بتركيز. تركيز في قراراتك. هو ده النهاردة. انت النهاردة اكتر حاجة. يعني تعبتك تركيزك في القرار نفسه. اي فرصة. اي ما لما تجيبها في الستوديو. كلها تلاقيها القرار. 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 يا اي ما فيه رعونة. يا اي ما فيه هدوء. يا اي ما تعادل. مبروك لبيرامدس. لفيوتشا. لكن انت. انت. اه. خسرت النقطة طير. لكن. عندك وقت كتير او. عندك ان شاء الله رحية تحسب الدوري. فتعرف بتتعلم. يعني انت الحمد لله انت. انت في مكانة مريحة جدا. لكن كل يوم هتتعلم. كل مباراة عن تاني هتتعلم. كله بتعلم على فكرة. من اول المدير الفني. لحد كل اللعيبة. لازم يعرفوا ان هم. لازم كل مباراة ضد اي فريق. مش هيبقى. بالهدوء اللي انت كنت فيه النهاردة. هو يهم ونو ما اخسرش. زي ما اتكلمت على البنك الاهل. النهاردة علي مار مش عايز يخسر. مفكرش في مكسب. خالص اطلاقا. هو مش عايز يخسر. بس هو النهاردة علي ما اخسرش. فيحسب لعلي. ان هو ما اخسرش من نادي الاهل. لكن تتحسب عليك ان ان انت كنت هادي لدرجة عالية شوية. اي. خالص ومعاكل الهدوء ده. بس انا ممكن اقول لك حاجة كمان. حتى علي مهر. لم يسعى تقول لك ايه. بس ايه. ايه ماشي. انا بنزل انا نزل نهاردة مش عايز اخسر. بس الكلمة المعتادة. انت اللي بتساعد وانت اللي بتفشل اي مدير فني. ما انت يعني المدير الفني بقى نازل مقفل ومش عايز يخسر. لكن انت بضغطك بتركيزك بالنجاح الهجومة اللي عندك بالضغط الجمد اول هجومة انت بتكسب واحد واثنين وثلاثة. بس هو عايز ايه? هو عايز تعايده. انت للمرة مليون. انت اللي بتخلي المدير الفني ينجح في اللي هو اللي في نيته. وانت اللي بتعمل العكس. انت بيدك كده. على الفكرة هو مش غرور والله ولا حاجة. لكن هو دي دي حاله كورة عندنا عندنا. النادي الاهلي هو المسؤول دايما على المنافس. المنافس النادي الاهلي في مستوى الطبيعي بتركيزه. بعايز يكسب بتارية نقاط بالضغط الهجوم الجامد. هيكسب. وحتى لو المدير الفني والدنيا كلها عايز اتعادل. بس انت بتعمل كده. النهاردة عالي مار اتعادل عشان انت سمحت له كده. مش عشان هو عمل خطة دفعية. هاي لا 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 لا. معلش نتكلم نتكلم في كورة صح. انت اللي ساعدت كده. لكن في الاخر يحسب العالي مار ان هو تعادل مع نادي الاهلي. كاب نسامة تعادل سلبي. اهدى لفيتشر. نقطة لا يستحقها. اه. ما فيش شك في كده النادي الاهلي. يعني لو حطيت عنه المباراة الاهلي اضاع فوز سهل جدا. جدا جدا. وحطت تحت جدا جدا دي كتير. خطوط يعني. سواء الشوت الاولاني او سواء الشوت التاني. الشوت الاولاني الاهلي جاله خمسة كورنط. الشوت التاني تسعة. وتسعة منهم ستة في اخر سبع تمن دهائي. بس ولا واحدة تستغلت صح يا واحدة بس تلعبت لكاربة. خطفها براسه بس فوق العرضة. الفرص كتيرة جدا متاحة. وزي ما الكاباتين قالوا شريفو على. يا اما رعونا. يا اما تأخير في التصرف. يا اما يعني برس تاوليه تلات كور. وتصرع كمان يا تلات مرات. في واحدة لعباله مروان. استلم وحش. بعدين حطها في زوية ده دربت في القائم متلع. في واحدة تأخر فيها قوي. القندوسي اللي عباله بكعب رجله. كان مفروض يقولتش على طول. استنى استنى اقفلوا عليه. ضاعت. طاهر. اتلعبت له. حسين الشحات فوتها. بسهولة قوي. حطها حطابر. كهرباء. الفراد اللي ادهاله برس تاوليه. القندوسي. الكرة اللي ادهاله برس تاوليه. حطها ببطن رجله بره. بس سبب الرعونة ايه? يعني سبب الرعونة او التصرف الخاطئ ايه? انت انت مش مضغوط. نعمش مضغوط لا. كويس? فلما تقول مضغوط احيانا بتطلع الحاجات دي يعني بنصرف غلق. بص ايمن هو فيه جزء ممكن يكون عدم تصرف سليم. وفيه جزء برضو مرتبط بالتوفيق. لانك انت فيه ساعات ما وصلتش ربع الفرص دي وكانت تخلص على طول. مضغوط. مضغوط. انت انت فرص سهلة او تكسب لها اللقاء يعني. اقاط بسهولة تكسب اللقاء يعني. صح. اولا فرقة فيوتشار بعد خمس ست دي مشهود تاني. مش بدنيا مش قادرين. تنظيما مش قادرين. الاجناب مفتوحة. سواء في ناحية الجنب اللي فيه اه طريقتها ناحية الشمال برس تاوهاني. او الناحية التانية اللي فيها عمر كمال كان علي معلول واحسين الشحات. ولما نزل. يعني انت بتوصل من الاطراف. بتوصل من العمخ. بتوصل. بتوصل من كل الطرق. اه. بس التصرف في الاخر ما فيهوش تركيز ودقة يعني. فهي كنت قدم بيحصل فيها احيانا كده. اه. التغييرات برضو النهاردة اتأخرت شوية. وفيه تغييرات يعني كنا متوقعين فيه تغييرات تانية. يعني مثلا واحد زي احمد عبدالقادر. كان بسهولة جدا ممكن ينزل. اه واحد زي شريف. كان كان سهل او ان ينزل. شريف كان يلعب في مكان الرأس الحاربة. مكان كاربة. ممكن احمد عبدالقادر. مستر كولر فضل ان يدخل في الحتة دي بيرسي تاو. ماشي هو خلاص وقت نظر. وهو بيرسي تاو حاول على فكرة. بس بيسيب الثمنتاشر كتير قوي. ولما بيروح اشتعجل في الكورتين تلاته اللجوله يعني. لكن ما لا يمنع ان بيرسي تاو كان يبقى موجوده كاربة. والشريف ينزل مسك. احمد عبدالقادر. اه. يعني ماشي القندوسي نزل اه. كريستو نزل ناحية اليمين في الجنب اللي فيها هاني. بس احنا. حاول وكده لكن. من ضمن التغيير احنا شفنا طاهر ناحية الشمال. ايو. وحسين ناحية الشمال. وعلي معلول ناحية الشمال. هو هو اللي حصل ايه? هو الاول نزل افشا وطاهر. افشا مكان كاربة. وطاهر او افشا مكان القندوسي. وطاهر مكان كاربة. اه وطاهر لعبينة وبعد كده نزل كريستو. فودك طاهر ناحية الجناح اليمين. وودة بيرسي تاو قدام. وكان حسين مكان. لما غير كريستو راح جايبه يمين. وودة طاهر الشمال. ودخل حسين تحت بيرسي تاو. و افشا رجع مكان ديانج. بقى افشا ومروان تحت قدامه بحسين. وطاهر ناحية الشمال. وكريستو ناحية المين. بس الشرحات بحكم لعبه بيميل ناحية الشمال شوية. فكان بيجي من العمخ بيروح ناحية الطاير. فبيبان ان علي معلوله حسين وطاهر ناحية تانية. بس انت فقدت ميزة افشا كرسان على اليعب. اه و افشا الليعب. ويوصل لك الفرودة حتى بكل سهولة للبرمج. اه ساعات بيحصل. اه بيحصل طبعا ساعات احيانا. ما انا بقولك الشكل الاخير كان بيلعب مروان و افشا و كريستو ناحية اليمين. حسين الشحات طاهر ناحية الشمال. وبرسي تاو وراس حرب. يعني برضو كانت مستغربة ان واحد زحمة عبدالقادر. مثلا ماتش اللي فات جايب جون وماشي وقعد احتياطي منزلش. واحد زي شريف كان ممكن يبقى راس حربة حتى لو تاني. ممكن كان ينزل. لكن هي النهاردة برضو احنا بنقعد نحلل اسباب و بنقول حاجات من وجهة نظرنا. لكن في النهاية لا لا بالنهاية بالوضع ده حتى بالظروف دي كلها اللي في المباراة كان بسهولة جدا انك تكسب اكتر من هدف. لو اللاعبة استغلت الفرص اللي جات لها. ايمن بيقول لك افشا عشان يديها للفرود دي يروح. اه 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 طبعا. عشان فين الفرود? انت عايز افشا يا بابلي ميكر. عايز افشا يا بابلي ميكر. برسي تاوبة كرس حربة. محمد شريف مثلا عنده سرعات يقدر يسرق الديفندر. يبع عنده دي الملكة بتاعته. زي ملك عبدالقادر. عبدالقادر النهاردة. ساعات انت يعني بتحتاج للحل الفردي. ايه. كان لازم يبقى فيه التفكير في الناس دي اه. فهي شوية عوامل اللي اجتمعت مع قلتلك الجزء اللي هو فيه برضو عدم توفيق. لان زي ما قلنا في الاخر بكل الاسباب اللي احنا عادين نقولها دي. وبوضع المطش كده بوضع الشكل اللي احنا لعبنا بيه كده. برضو كان مسهولة تكسب جون او اتنين. مسهولة جدا كمان. يعني انت ما شفتش مسلا ان في يوتشار مسلا عامل تكتل بحيث ان انت الامور متصعبة عليك. هو مش عايف توصك. لا انت وصلت زي ما انت عايز. لدرجة ان انه في اخر المباراة ادو الجنش نجم اللقاء. كل شوية انت شايف جنش. سواء بتصرف صح او بتصرف غلط. يا دي بالنسبة لي غريبة. لا ما ماشي. ماشي يا بلال صح انت اللي هوات مظبوط. يعني دي فيها دي فيها يعني علامات استفام وعلامات تعجب وعلامات حيرة وعلامات كتير. اوه. هم عمتن يا بلال في معزم القرارات في نجم المباراة. انا بقولك. مش مش. مش النهاردة بس يا باية. انا بكلم انه انه من كتر الكور اللي راحت سواء هو بيتصرف صح احيانا او بيتصرف غلط. في احيان اخرى. ادونه نجم المباراة. انكم شوية هوا اللي بسوء. النتيجة خدمته. وهو النتيجة خدمته. وكم الكور اللي راح له داخل الثمنتاشر. في كورة او كورتين اتصرف مع كهرامة وبرسيتاو كويس. في كورتانية اتصرف وحش بس بس بتطلع كورنر وما بتتلعبش كويس او ما بنستغلهاش. هاي. فنقصد انه مش بقول انه انه سواء هو النهاردة يستحق او ما يستحقش. بس انا بقول انه انه هو ظهر في الصورة كتير الاهلي. وحوالات الاهلي يعني. بس فالنادي الاهلي على كل الاسباب اللي احنا قلناها من وجهة نظري. برضو اضاع فوز سهل جدا. ولكن كورة القدم فيها كده. وزي ما انا برضو بقول لك وقلت لك وقبل المطشو وبعد المطشو وقبل مطشين. ان شاء الله الاهلي الدوري بازن الله في الجزيرة يعني. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. كنا عايزين نحسنها بادل ولكن يمكن ربنا يعني زيد لنا خير في مباراة معينة. ان شاء الله بازن الله كابتن بلال. ما دي لالي اضاع الفوز النهاردة ولكن ما زي وزي ما قلنا التأجل الحسم يمكن مباراة اخرى. اه الاول قل لي انه مباراة معينة اللي انت عايز تحسن فيها. اه من اي سهل. دي بيه ده كابتن. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وهو الدرس المستفاد من ماتش النهاردة أنت تخرج به بدروس مستفادة. صح. لماذا بدروس مستفادة؟ لأن هل أنت كنت الأفضل النهاردة؟ إلى حد كبير كنت الأفضل النهاردة. هل أنت كنت مسيطر؟ إلى حد كبير كنت مسيطر النهاردة. خلاص هم أعتقد أنهم من دقيقة سبعين فرقة فويتشر وقعت بدنيا. فبقت أنت مسيطر على زمام المباراة. لكن هي الدروس المستفادة. وأول درس وأهم درس يعني هم من وجهة ناظر الشخصية درسين يعني. كيفية استغلال الفرص اللي بتتاح للأية بتنادي الآن؟ كيفية استغلال الفرص؟ يعني لما تجيلي فرصة استغلها إزاي؟ واستغلها بأني شكل. تمام؟ تاني حاجة درس مهم جدا بالنسبالك. أنت لما فرقة تلعب بالشكل ده قدامك، هتقدر تسجل هدف بأني طريقة وبأني شكل. يعني أنت الكرات العرضية النهاردة كلها خدش ولا كورة. تقريبا. صح؟ الكرات المتحركة. تقريبا أعتقد الآن ما خدش ولا كورة. ده معناي. طالما أنا ما عنديش الفرود اللي بيشتغل في الحتة دي. لازم التنويع بقى يا كابتال عيب. تنويع الهجمات. ما بقولكش ما تلعبش من على أطراف الملعب. لا. لكن هتوصل إزاي وتلعب ملعب؟ ما توصل وتلعب لتحت. تمام؟ أوصل ولعب على الأرض. لكن هتوصل وتلعب كل كورة عالية. أنت واضح من الديئة الأولى أن الكرات العالية مش بتاعة النادي الأهل. الكرات العرضية العالية. وخدالك ودي اتكلمنا عليها من بداية الماتش. لو تفتكر قلنا الكرات العالية فيها مشكلة. عندهم مشاكل كتير جدا فنية. في حرس المرمى. تكلمنا عليها. في الاتنين السنتر باك عندهم. مشاكل كبيرة. فاتحين عاملين ستريتش للملعب في مدينك. ما سيحد تشتغل. يعني إنت لو بتتفرج على الشرط الأول بيرسي تو بيروح لوحده فدان. فدان أرض بيروح لوحده. لكن عدم التكملة. عشان إنت ما بتلعبش بعشرة صريحة. وعدم تكملة حسين الشحات في بعض الأوات. وكذلك الناحل عكسان المحسين بستلم بيرسي تو ما بيكملش. ده ميخليك عددك قليل في مدينة الجزاء. فبالتالي مش قادر تستغل الهجمات الخطرة بالنسبة لك. اللي ممكن تنهي بها مباراة. تمام؟ ممكن نقول أو نسبب الكلام ده. نحطه كده ما بين قسين ونقول الأهلي لسه لعب مباراة من الخميسة اللي فات. تمام؟ لسه خميسة اللي فات. من يومين أصلا. الحقيقة تشتريح. فالمجهود البدني أنت لسه ما عملتش الريكافة. سخلي بالك. الكلام اللي انت بتقول لك كابتن بلال. هو مستمر الماتشات اللي جاي. هو انت غصب عنك. خد بالك انت غصب عنك. غصب عنك هستمر. من عشان كده بقولك كابتن أيمن ايه. المباراة لما تبقى مزنوقة بالشكل ده. وطايم الوقت لما ما بيسعفكش بالشكل ده. يبقى لازم أنا بالنسبة لي كل فرصة بتطاح ليه في الملعب. هي دي الفرصة الأخيرة بالنسبة لي في المباراة. ليه؟ لأن هل أنا إمكانياتي وقدراتي البدنية تسمح يلعب خميس حد أربع؟ تمام؟ في نهاية الموسيقى. في شهر سبعة؟ يعني اللي هو العالم كله دلوقتي بيعمل فترة الأعداد؟ ده أنا عايز أجيب فترة الأعداد بيعمل فترة الأعداد كله يشتغل دلوقتي. أنا عايز أجيب بس لو الإعداد يجيب لي عدد ما تشات النادي الأهلي السنادي. ده هترجم نفس الكلام اللي أنت بتقول. أنا بكلامك في الصح، أنت النهاردة لعابة الخميس، بتلعب النهاردة الحد، هتلعب الأربع اللي جاي. إن هو هتعدي ثلاثة، اثنين وثلاثة، هتلعب الأربع، فأنت بتلعب ثلاث مباراة في ست إياه. الأمر في غاية الصعوبة طبعا. في سيزن بينتهي بالنسبة لك. أنا عايز أقول لك الحاجة بتشريف، إنت لو أنت أصلاً في أول السيزن هيبقى صعبة عليك. هيبقى صعبة طبعا. مش في نهاية السيزن. والله حتى لو في نص السيزن وأنت في أي وضع يعني. ما أنا بقول لك، فأي وضع يعني. لو أنت طبعاً وضع طبعاً. أنا بقول لك، لو أنت بتبتدي وليقطع الجاز أو حضرة، مش هتقدر. الأمر صعب جدا. ليه حلولها؟ إحنا قلنا بلكده أن الميستر كولر مجهز معظم اللعيب. صحيح. ولكن كل ماتش يعمل حتة تدوير أو حتة تبديل وتغيير. تمام، لكن في مباراة ما تقدرش تعمل التدوير بشكل كبير. على حسب أنت برضو التيمي اللي بتلعب معي. يعني النهاردة من المعتقد أو من المنطقي أو من وقع الأوراق سمي بيورو. إن في يوتشر هي تالت الدور العام. إلا الآن. اللي شوفنا في الملعب غير كده. اللي في الملعب يعني. هو هيطلع أنه هو طبعا أي حتى المدير الفن العالمية هيطلع يقول لك أنا عملت جيم عشرة عشرة وقفلت كويس. ومناعة الأهلي من يختارك ومناعة الأهلي ناع ومش عارف إيه. أحسن نتيجة. على فكرة. أحسن نتيجة. أي خد بالك. ومش هتقدر تقول غير كده أنت خد بالك. عشان النتيجة بتقول كده. لكن بطبيعة الحال لا. الجاب كبير طبعا ما بين الأهلي وفيوتشر. الجاب كبير جدا 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 جدا. ولو فيوتشر هيلعب بالطريقة دي في إفريقيا هيبالأمر صعب جدا. يعني النهاردة خسرت نقطتين. طبعا. بكل المقاييس. بكل المقاييس. لا أنت خسرت نقطتين لسوق التعامل مع الهجمات بتاعتك. مش بدلك. النهاردة أنت أسأت في التعامل مع الهجمات اللي وتيحة تلعيمت النادي لك. بصير الشحات فرصتين ثلاثة على محلول بالعرض ثلاثة أربع كور. بس أعيز أقول لك حاجة. فيه ماتشات ما بتجناش فيها الفرص زي ما جاءت النهار دي. فرص كتيرة دي. صح. وبتقتنس فرصة أو اتنين من خلال ثلاثة أربع فرص. نظبوط. وبتكسب الماتش. صح. يعني برضو التوفيق النهاردة كان يغيب بعضش. أه. كان فيه عدم تركيز. عدم تركيز جاي من الإجهاد يا كابتان. أه. أخد بالك. أنا برضو أنا 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 بكون في قمة تركيز أمتى. لما بكون أنا بدنيا بدنيا فاي. جاهز بدنيا. فبالتالي التركيز بتاع بيبقى موجود. هو اللعيد أمتى أصلا بيفقد تركيزه في الملعب. لما يوصل لمرحلة الإجهاد. تمام. خلاص أنت كده خلاص عقلك ما بيشتغلش. لأنك أنت مش قادر بدنيا مش قادر. فبالتالي مخط خلاص بيخرج بره يعني بره الجيم. فالنهارده انت لعب مباراة. في هذا الحالة بلال في الشوز التاني جدا لما عيجبوها. هتلاقي الفرقين بيدو كرار بعض. مش قادريني. إنت اللي عندك المشكلة الأكبر كابتشرف. لأن انت المباراة بتاعتك. يعني. يعني فيها دمج. يعني بتاعب كل 48 ساعة. صعب جدا. صعب على أي تيم. يعني هتبتدي بفراش. هتبتدي كويس. تمام بعد كده. والمباراة شغالة. هتبتدي تفقد التركيز. لأنك انت بتفقد المخزون البدري. دي تالت سنة. بس انت بتحاجة برضو. وكابتن عليا وكابتن الشريف. كابتن مسامة طبعا. حيطة إهدار الفرص. طبعا. ما انا عشكي انا بقولك ايه. انا النهاردة هاصل. اعارف ان انا هاصل لدرجة من الإيجاد عالية. الشوط التاني. فبالتالي كل الفرص المتاحة بالنسبة لي. هي فرص. كل فرصة أخيرة بالنسبة لي. مكسب. هي فرصة مباراة. تخلص بيها ماتش. لان مش هينفع انت. تبضل مثلا ايه. يعني انت مش داي الاول. انت مش مرتاح. فمش هتلعب بنفس الكفاءة. طول المباراة. فبالتالي كل فرصة بتتحليك. أثناء الجيم. في الوقت المضغوطة. في المباراة المضغوطة دي. هي الفرصة الأخيرة بالنسبة. لازم تسجيلها واستغلالها. ولكن أعتقد ان هذا يمكن يتكلم. طبعا لنذهب نرى ميسر كولر في المؤتمر. ولكن أعتقد انهم سيتكلم على حتة الفرص المهدرة في ماتش النهار. تعال انذهب نرى ميسر كولر في المؤتمر الصحفي. ماذا بعد المباراة؟ من أحيان أن أعطب في المعادي، من المعادي، ومن أدرسى أن أعطب المشاوعة، يجب أن أعطب المعادي، ومن أعطب المعادي، في السنوات، كتيرا كان الأخيرا في المصرح وفي دور ايضا وفي دور أخيره يتحقل وبين ساشتكن من الوقت وفي دوره يتحقل إذا فعلت على مؤسس إذا من المجترين أو المعات المعاملين يمكن أن يكون البدار جيدة لإستمع المعارضة وأيضا ندفع وفعالوا بق inicial لذا كنت أتحدث عن طريق الهفن سلسل اللعيبة بتقع على ده في المباراة ده في المباراة الحارس ده في المباراة الحارس الحراس بتقع على الأرض بتقع تضيع أوقات اللعيبة بتنزل اللعيبة يقوم بعدها على طول ولا أكن في أي حاجة فأنا معرفش هل المدربين هل هي اللي بتدي التعليمات دي للعبتها هل هم مهتمين إن الكرة تبقى أحسن ولا لأ على فكرة ممكن الواحد بالكرة بالأداء والكرة يضع وقت عادي بتنق الكرة بتضيع كرة باللعب مش بالطرق دي الطرق دي مما قيتش كويسة وبردو رسالتي تاني إن للقامين على كرة في مصر هل أنتوا عايزين ده يستمر كده لازم يكون فيه رد فعل قوي وواضح وصريح ضد هذه الأفعال تابعاً 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 جدا في الشوطين اصلا لكن اه لما تلعب كل يومين مطش بيبقى اللعيبة مش دايما صافي ذهنيا ما بيبقاش فريش في ذهنيا ان هو يقدر اه يتعمى على الكورات دي بهدوء او بالتركيز المطلوب عشان يقدر يحرز اهداف الجون كما قفوا له النهاردة حاولنا نخلق فرص كتير ضيعنا كورة كتير اه لكن دي كورة بيقى فيها ايام ما بتقدرش تجيب فيها اهداف رغم ان انت تكون مسيطر وبضيع لكن هاي دي كورة ايام وانت لجمع هذه البعض؟ لعطل الحظ لفرخات سيء الجو اول مفضل مش دقائم جديد في شيء السيء يخز على الكتاب ومن يسمى دعك في العقل انت أيضًا هاي دي كتاب سوف يكون لفرخات المطلوب عم كانت دعيسيا للمطلوب اصبحت للمطلوب هاي دوائر الى اليوم هاي دوائر اليوم انه يحصت عامي الفرخات اللي انه يهم شخصات الطفرخة رغم الى الشوطين ما سيحصل في حالة الأخباء لا أحدثت؟ ثانية سالي ، هو أنه جميله إيجابه هكذا المعارض المعارض بها؟ نعم... نعم ... نعلم أن 3-0 أنه هو أردنا ولكن أنه يكون هناك أحضرًا يستطيع هذا كثير من الشرق لفعالة جزاء وهو سهلاً ولهنا كذلك الممكن ولكن لقد قلت نقطة حابة تحيياته سيكون ل بلذلك إعادة ، لكن هذا لم يكن اللقاء ويجب أن نحن تعجيه من طاقل أحنا نتجهتنا المفضلة المحببة دائماً التراتة صفر كما نعرفين لكن أنت بلعب باردو مش لوحدك فيه فرق قدامك بتأدي احنا كنا نهاردة من لعب فريق منظم دفاعيا قوي دفاعيا ورغم كده خلقنا فرص كتير جدا كان لازم نجيب واحدة منهم على الأقل وأعتقد لو كنا جيبنا جون منهم بزادة في شود تاني كنا هنجيب التاني أكيد وكان نتيجة هتتغير تماما والكلام هتتغير خلص لكن أنا كمدرب لازم أتقبل ده جزء من الكورتر القدمية كندوسي حاولنا هو يلعب لقدام حاول يلعب كورة هجومية كمان دفاعيا كان برضو بيرجع وبيحاول لكن كان الأمور صعبة عليها ما كانت صعبة على الفريق كله مع التكاتل الدفاعي دا هم جيدين جدا نعم الناردة ما كنا ناجح صافين ذهنيا وليسا في الزوالب كانوا لأ parkedان يوجد أكثر جدا وكان هذا هو جيد جدا وكانarrمي الجزء kein جيد جدا كما الأنفاني المنافس كان واقف مقفل تماما في معرات كورة كله على حدود 8 وقفتهم كل الفرقة كتبا في صعبة فده عشان خاطت تقدر تفكوا هو محتاج لعبة صفية ذهنياً وده ما كانتش حاصل النهاردة ذهنياً أكتر منها مش بدنياً لكن ذهنياً اللي لعيبها كانتش حضرة وده لقدل مشاكل اللي احنا شفناها أو ان احنا نقدرناش نخلق أو نجيب أهداف من الفرص اللي خلقناها تحركوا الدرس تاو كلها إدابية ولكن يؤخذ عليه الحلول الفردية وعدم النظر بعمق القادمين من الخلف ما تفسيرك بذلك؟ المادة المازوصيف أن يكون فيدفع أفسه تأبعي لكنه ليس كل الأولى ومعاحدثت بالنسبة من المالات ومعاً تشبه الخاص بالنسبة للفرصة هال شعر مدتع لا يسمى لك غير ذلك الوغض المال هي لوحدة عندما أرحم去 منه نجن الأخذ منه لأنه على سبيل هناك وهو من خلقه ومعه الأعلى لدفع منه المعاله كنا لديه ليس معدادا أخذ الأمر سيسلت فيه قاملة، لكنه كان مجدداً ومجدد أن تكون مجدداً. يمكنك أن تكون مجدداً وكيف تفعله? لكن هذا هو العام لتحقق السنجاء. لكنه يبدو أن يفعله قد أكثر. وهذا هو أيضاً. لأنه يمكن أن تفعه رابعاً. يمكنه أن تفعه على الصغير بشكل تلك. بيرسي نشط جدا بيروح واحد على واحد وبيعدي وأنا اللي بطلب منه كده بطلب منه أنه ياخد الرزق أنه يعدي ويروح ويحاول ياخد مخاطرة على الجول بيرسي النهاردة أكتر لعب كان نشيط أكتر لعب خلق فرص على المرمى للأسف ما أحرص أهداف ما كان غيب عنه التوفيق لكنه كان أخطر اللاعبين النهاردة وأنا بطلب منه مرة تانية أنه هو يحاول وده من مميزات دايما اللاعبة اللي بتلعب في الخط الأمامي أنها يبقى عندها دايما حلول إنها دايما عندها جرأة إنها تحاول إنها تعدي وإنها تلعب عجون وإنها تخلق فرص عجون سوء وإن دا سأيه نشتن أوه كانت في حاجة قال ألها كمان إحنا لو قعدنا نركز مع كل حاجة طبعاً طالما النتيجة مش زائم إحنا عايزين هنقدر نطلع على كل واحد كان لازم يباصي هنا كان لازم يباصي لده كان لازم يراجع الورى كل ده عشان خطر النتيجة لكن لو كانت النتيجة مختلفة كان الكلام هيتغير طبعاً شفنا مستر كولر يعني واضح عدم رضاة عن النتيجة ولكن واضح عدم رضاة عن حاجات كتير نتكلم طبعاً عن إضاعة الوقت بصورة مستفزة كابتن شريف خد نقطة نقطة كده انت كلمتني آخر ربع ساعة في النقطة دي وقلتلي إضاعة واضحة بصورة مستفزة جداً 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 الدرج ده في الخمس ده الأخرين أو السبع ده الأخرين ما لعناش غير دقتين هو في حالة استفزاز في تاضيح الوقت ماشي ده في كل المتشاط كده وفي كل الحالات كده وفي كل الدنيا كده ولكن الحكم اللي هو واقف ده وشايف الرجل طالب له حد يشيل السعب برا لا سايبه يتعالج جوه والسعب يشيل ويسايبه جوه خالص وجاء راجل أم وقف ماشي عادي جداً وهو واقف ولا فارق معه أي حاجة ويقع الرجل التاني مرتين والتالي ده هي دي بس التصرف اللي انت تدي سبع دقائق ومن حقك انك انت تمزج فيها والراجل المدير فني اه اتكلم فيها ولكن ده ما لوش دعوة خالص باننا النهاردة زي ما هو قال برضو اننا خارج حدود الخدمة أنا زينياً النهاردة غير مانفيزاً في الملعب واللعيبة مش قادر النهاردة الناس بتسأله بتقوله طب الزيادة العددية اللي هي تم وجود طب التغييرات اللي المفروض هو بقى حيث التغييرات دي انا مقدرش يقولوا أنت ليه ما لعبتش ليه ما لعبتش أحمد عبدالقادر ليه ما لعبتش محمد شريف ولكن أسأل هل في حاجة في محمد شريف أنت بيفصلوا عن الملعب شوية يعني يرجعوا تاني في الملعب بس هو بيفصلوا هل دي علاقته بيه عبدالقادر شافوا أحرز هدف وكلام من ده في حاجة عبدالقادر مش مضبوطة أنا أسأل إنما أنا ما ندرش أقول له ما لعبتوش ليه صحيح هو اللي عايش وهو اللي شايف اللعيبة كلها يعني هو بيتكلم على بيرستاو بيقولك أنا اللي بقول له عدي وروح أنا شايف إن بيرستاو هاي للنهار ده من طايم الأولاني لو معاه واحد بيتحرك جوه في الثمانتاشر بس طايم الأولاني لدرجة الرجل رحل رأس من ناحية اليمين ودخل لو في حد عبدال وراح شايطة في جنب الأين كان ناشط جدا النهار ده عامل حركة لا ده هو هو الحكاية لو كسب ده كلنا من غير ما حد يقدر يدعش فبالنسبة لمطشاط كتير قوي هو حلاه إحنا متلاحقين في الضغوط وكلام من ده ومش غلط إنك إنت هيروح منك مباراة ولكن مباراة زي ما الكبات إن قالوا لا صعب أول صعب أول إن المباراة دي تروح منك الحقيقة إحنا ما شوفناش الشنوي غير فكورة واحدة تانية طايم وزي ما قلت وإحنا قلنا كنا أنا وإنت وبلاد بنتكلم إحنا في الفرق الكبيرة زي الأعلي ممنوع تشوف الحرس المباراة إحنا قلنا في بعض المباراة جات لك فرص أقل من كده بس كسبت لها تكسبها نعم بس إنت مرهق النهار ده طبعا زهنيا بقولك أنا شايفها ناحية الشمال دي يونج راكن خلاص وهتغيره هو شايفه بقى بيدي ببساطة مش شايف حد بيتحرك حتى جاته حالة زاق يعني أنا ساعات ببقى المطشي قفل في عناية جدا جوه الجيم ببقى محتاج جون زي اللي جابه وياسر إبراهيم في أول شوت أنا ببقى محتاج الجول ده الجول ده بيفوقني بيخليني في حيطة تانية في منطقة تانية بلعب بارتياحية أكتر يمكن ولما فيها هدف بتحصل في نوعية لعيبة كمان بتوبقى عندي في الملعب بتتغير بيشوفه حتى لو هو مش قادر يمشي فجأة بقى بيجري وبقى بيتحرك وبقى بيعمل سبورت وبقى بيفكر صح وأهم حاجة إنك إنت وإنت رايح على المرمى تفكر صح ويبقى عندك اتنين تلاتة لعيبة عندهم هارمون كده مع بعض إزاي زي ما كنت تقوله يقفشه وشريف بيعرف بيعرف يوديه بيحب بيعينه عليه على طول عندنا الحكاية دي أنا وكت أحد الناس اللي قاعدة هنا كنت برضو بحب أشوفه بتحرك إزاي وعيني عليه كلنا كنا بنشوف بعض إنتو الاثنين مثلا عينيكم كنتوا على بعض فأسامة وأيمن أنا وعلاق مثلا بالله الربنا معاه يعني كان بترجم حكته بنفسه فبتبقى في حالات في الكرة إحنا مش أنا مش مش الآن أنا دايما بعتمد على الآخرين في التحركات وأنا جاي أو أنا رايح أو أنا بفكر هخش الجوع روح شايت عامل بيبقى عندي دايما التصرفات عندي دايما الأشياء ولكن الحالة دي إمتى أنا بتبقى عندي وأنا يعني هنا أدرقف على رجلي صحيح وأنا صافي ذهنيا وأنا وراجل برضو هو أكل في الحتة دي فأنا حاسس باللعيبة عندي مرهقة لعيبة تعبانة مش قادرة تنفس ولكن خد حقك بقى يعني الفترة الجاية دي كلها خد حقك كويس قوي أديك ربنا اداك المباراة دي عشان تبقى شايفه قدامانيك درس درس أنت خد حقك بقى من أول ما تلعب مع أي حد انزل خلص وروح خلص على طول يا عجب يا عجب لا بيذا ملخص سنب بنتفرج على أحسن العيب في المباراة يا كابتنين أحسن العيب في المباراة ماشي يعني ما هو زي ما قال أسامة أول في الصورة دايما أول في الصورة دايما لو دخل هدف كان الأمور ها يتغير كان أحسن العيب ده راح في حتة تانية كان راح جنوب أفريكي يعني ما كانش صحيح النتيجة بتخدم ربنا سعد بيجيب لك حاجة كويس قوي زي ما ماتش دايما هستشهد بماتش الوداد هنا جاب فيه جوب في الآخر عشان يعزز لك الفوس فالنهار ده حصلت حالة هدوء شوية كده ورح منك نمت عشان اللي جاي حيبقى أعتقد فيه استنفار يعني يعني نخلص الحكاية بقى إن شاء الله كابتن علاء مستر كولر من ضمن كلامه الشوت الأول دخلنا متأخر شوية في المباراة والشوت التاني استحوزنا على الملعب خلقنا فرص كتير والشوت الأول برضو خلقنا فرص كتير ده من كلامه لكن ضيعنا فرص كتير أيضاً إن الزهن بتاع اللعبة متصافي ماتش كل يومين دي صعبة جداً 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 دي حقيقة أيما الكلام اللي قلناه في الاستوديو عن الملخص المورة هو يمكن أن نجازه في كلمة إن أنت مصطافي زهنينك بس فاكرة الموضوع مش موضوع جري لا لا موضوع زهن أساساً زهنك بقى صافي بقى هادي بتكل تصرفاتك بس أنت التصرف ده بيجي إزاي؟ ومش بيجي من عضلة أو من شهود؟ لا زهنك يعني حتى من تعريف الكورة وقالك إيه لعمة إيه أزهان وأبدان مش العكس يعني إيه لو العكس مش حد غير ما كانش فيه كان كل لقى كورة لكن هي أزهان كان بتقول عابي أخوة لكنك إنت أزهان وأبدان لكن هي هو فعلاً ضغط الموضوع مش موضوع أنك تعبان ومش قادر تجل لا هو مش قادر تفكر مش تفكر غلط أو صح مش قادر تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب لو جبت كل الفرص اللي كانت جايبها الوقت سمير كلها القرار القرار انت قرارها خطأ مش عشان حاجة مش انت عشان لعيب وحش او مش مهاري او 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 لا انت مش ذهنيا مش قادر توقع انا هقول لك حاجة ما هو الفترة اللي جاية برضو ما نفس الأمور ماشي بس بص اي من وخلي بالك المنافس بتاعك برضو او اي فريق مش المنافس انا بكلم على الخصم اللي احنا بنلعبه بيبقى مريح وانت كل يوم الماتش ما انا بقولك ايه انا بعد المباراة بقولك ايه كل يوم المدير الفني بيتعلم من الاخطاء النهاردة هو مش خطأ اكتر من هو هيبقى درس وتنبيه للعيب الفرصة دي البطولة بس طبيعه يا ايمن هتلاقي التركيزة عالي جدا خصوصا في بداية المباراة انا مقدرش مثلا في بداية المباراة اقول لا بداية المباراة النهاردة انت بدأت هو قال ايه بدأ انا ايه ببط دخلنا متأخر هو مش دخلنا متأخر هو دخلت المباراة بهدوء هادي يعني ما انك وصلت للجول على الفكرة لكن بهدوء والضيع بهدوء بهدوء الوقت عدى شرط خلص شرط التاني نفس الكلام شرط التاني بقى ايه تركيزك بقى ذهنيا اكتر لانك انت تعبت انت بذلت مجهود في الشرط الاول فطبيعه كل ما بتبذل مجهود كل ما يؤثر عليك تأثيره عليك انت جامد في ايه في تفكيرك في اتخاذ الكرانات في حيث تبقى اللي هو الزهن يعني انت موجهة ذهنيا مش موجهة بدنيا صح انه طول ما انت تعبان ايه لعب الكرة وانت من غير ما تبذل مجهود لانك انت مش حكاية جاري حكاية ان انت تفكر صح كورة القدم حلوتها والسر بتاعها في واحد بيفكر وفي احد بيفكرش في واحد بياخد القرار بسرعة في واحد بياخد قرار بطيء جدا هو ده اللي بيفرق باللعيب والعيب ايما مش حكاية اه اه ده بيلعب هنا وده بيلعب هنا لا مشكلة انت بتكرر ازاي وبتصرف ازاي بس هو ده بيفرق باللعيب واللعيب صح غير بقى لو لو لقبتها انت كده الواحدة ما فيبنا عند ربنا لكن طول ما انت بتلعب كرة في تمرينات معينة انك انت تفكر بالسرعة والشغل بالسرعة كلها كده بتلقى فاكرة مثلا في التدريب بتبقى بدني بس ممكن تبقى حيل بس فيه سرعة بالشغل زهنك اكتر بس الموضوع ده هو مش لقب كرة بملابس زنبالك 90 دي اه انزل لا 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 خالص الموضوع مختلف مش مكنة لا ده في واحد مجهود بدني مع مجهود زهني حاجة تأثرت في الاتنين انت بتأثر لو انت أثرت الزهنية يعني بدنيا مش هتقدر تبقى بأحسن حالة لك زي ما حصل النهاردة الكرة دي ممكن ده يا سامين بعدين انك تجيب لنا كرة بيرسي تاو دي اه هي دي بص دايما اي موقف تاني ممكن بيرس تايو حطها جوه بس دي بقى دي كنت هطلبها على فكرة الكرة دي والله اه والله دي نوقف هنا سامين دي الطبيعي الطبيعة بيرسي تاو ما تصورش في الدايقة مزبوط مبدئيا بس لكن هو كويس والطبيعي كمان ان لو بيرسي تاو في حالته الزهنية لا ممكن يعمل شون خفيف جدا مفئي خفيف جدا كمان الاول الاستلام فتحها البار بص يا سام انا معاك لكن هو لسه عنده فرصة ان يتصرف احسن من كده لو انا قررت اشوت اسدد مش في الدايقة لازم اتجاه بقى جسمه بوش رجله تروح النحة البعيدة حتى لو مراحش صاح انما التفكير ده بص يا ايمن كمان دي جات في القائم من بره يعني بص القائم بص من بره يعني بص يعني خبطة يعني اخر حتة لكن مش هي مش في القائم من جوه كتدخلت لا ده واحد عايز بيخلص فرصة بيخلص منها كرة كمان اللي جات له عايز يعملها لوب من فوق جنش برضو كل ده ايمن ده مش يعني ده مش ده مش قلة مهارة من برستاو او انه هو مش مش لعيب عمل مش لعيب عادي لا هو تعب هنا لا بقول لك علي بن شطية عايز توصل الكرة ما ينفعش ايمن هنا الرجل جيري علي معلول وانا ممكن نجيب لقطة حسين دي تاني كرة اللي قبلها اللي قبلها قبل كرة مروان كرة حسين هي ده لا ارجع تاني يا سبيل وفضل بعد ما تغبط و تجيله هو تاني ايوة هنا استانى بقى استانى بس ايوة كده دي ما تروحش لعالي يا عيب استطعا وانت انت 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 عايز يغتر من كده بس هو ايه عايز يعني يضمن الكرة قوي وعايز يخلىها في السنة حلاء و تبقى حلوة وراحت لعالي تروح مظبوطة بقى بس عايز يدق مش طبيعية كابتن شريف لان المسافة دي اه المسافة دي اه جدا لازم تبقى يعني مفيش هنا الاسهل انا واشوط ايوة انا توقعت انه هامل كده لازم واحسين لو في الطبيعه هيعمل كده لانه وقف كور كتير جدا بتبقى اصعب من هنا ياخذها ويعملها ويجفة تعالف علي انا اتقاط انه هيداله في رجله يعني بدل ما يحتاله قدام كده وقعز اعملها من ورا عمر بس تروح وصيره على جنش كمان بس المسافة المسافة مش هتساعده مسافة قريبة جدا هنا احسن حل حتى لو ما رحتش لو ما رحتش حلو قوي يشوت لكن هي اي من كلها يعني هو هو نخصها انت مجهد ذهنيا مش بدنيا اه دي برضو دي اللي انت كنت بتكلم علي اشتو واحدة بعدها كمان هو برضو انت مش مجهد بدنيا انت مجهد زهنية ودي الحاجة مش بيخليك عارف تفكر بالظبط كل انا انا بقولك القرار طول ما زهني مجهد انا القرار غلط طبعا عايزة بصر كبتشير اروح لقسامة عايزة بشعبها اعمل اي تروح في بس هي كلها قرارات وزا بقولك النهاردة كولر واضح ان هو انا سبت المؤتمر كله عجبتني الكلمة دي ان هو اللا ايها مجهدة زهنية مجهدة زهنية على فكرة دي حاجة بسيطة جدا بمنتقى الهدوء لكن هيبقى ايه احسن من بدري اللي قالها بلال من شوية هتحسن من بدري بدنيا تسليح زهنية تبقى في احسن حال لان انت وقت تحسن بدري مع اي فريق الفريق التاني ومنافس التاني غالبا ما بيقدرش يرجع معك غالبا لان هو عارف العواقب بعدها ايه اللي ممكن يحصل وخصوصا ان الفرق معظمنا في نهاية الموسم دلوقتي فالمجهود البدني بتاعها بيقل تبليل ازاي ما شوفنا كده شهود التاني الفيوتشر بتكلم على ثلاثة دول ماشي بدنيا هينزل هيوقع ثانيا هو بيعمل مية حزبة في دماغه انت لا انت خلص حزبتك الخاصة بيك هو يحسب اللي هو عايزه بس من بدري صحيح وهتبعد عن لعبتك عن الاجهاد البدني والاجهاد الزهني كابتن اسامة الماتشات كل يوميه وطبعا فيها اجهاد حتى لو هو بيعمل عمية تدويب بس فيها اجهاد بدني زهني مفيش وقت كابتن انك تعالج اخطاء كل التعديلات مسلا او كل اللي انا عايز اقوله كلام الفترة اللي جاية عندك لحد اخر الشهر حد تلاتين يوليو سبعة دوري واحد كاسي كل تلات يام او كل يومين وشوية كل يوم ونوص مستر كولر حيتعامل معها ازاي مهم مفيش تدريبات كل الكلام هيبقى نظري هيتكلم هيعالج الحاجات دي نفسيا كل ماتش هتكلم نفسي كل ماتش اجهاد تعرف احنا لعبين لحد دلوقتي كان ماتش السنة دي واحد وخمسين مباراة مهو خلاص يا ايمن ده قدرك واحد وخمسين مباراة ايمن ده قدرك ونادي الاهلي عشان عنده قلنا بودلاء كتير ومستر كولر مجهز كل الناس وبيعمل فيهم تدوير يعني وبيحول يلعب عناصر مختلفة انت الحمد لله كسبت كل البطولات اللي دخلت فيها والدوري يعني تاني ان شاء الله بأكد ان النادي الاهلي في دولاب النادي الاهلي فهتتعب اه وهيبقى فيه تعب لكن في النهاية هتحسم تعب لا منعير بس كلامك معناه ان ممكن يتأجل الحسم شوية ماشي ايمن انت انت بتلعب دورة عام انت مش بتلعب كاسمس ولا بطولة صغيرة وعشان كده هو النادي الاهلي والنادي الاهلي ليه متفوق عن كل الفرق دي ان كلهم ما عندهمش نفس طويل ان يكملوا موسم طويل احنا كلنا لعبنا وعصرنا الكلام ده كان الدوري بتحسم اوقات كتيرة في اخر اسبوع في الماتش الاخير بيننا وبالنازل زمالك مساء عشان غالبا كانت ماتشات الاول زمالك الحسمة الاخيرة كذا دوري خدناه في الماتش الاخير فانت انت لسه نقصت لك سبع مباريات ده كمان ايه اذا المنافس اللي هو قريب منك كسب ماتشات انت محتاج برضو تكسب تلات ماتشات فانت عندك سبع ماتشات لسه فمالشرط اه نتمنى ان انت تحسمها بسرعة عشان الجزئ اللي احنا بياد ده ممكن بقى لو عايز يريح الشناوي يريحه لو عايز يريح المعلوم شوية يريحه لو عايز يريح عبد المنعم شوية الناس اللي بتلعب على طول دي حسين الشحات يبقى عنده فرصة بسرعة واسهل لكن لكن موضوع عدم الحاسم هياخر ماشي اخر ماتش او ماتشين بس مش اكتر من كده يعني انا ما اعتقدش انه انه على الاقل النادي الاه هيبقى هيبقى له اسبوعين او تلاتة هيكون الدورة حاسم يعني احنا نصدنا سبع ماتشات يعني ممكن في رابع عماتش مش قصدي هياخر الحاسم لما يتأخر لا هياخر هو كمان الاهداف اللي هو عايزها مستر كولر فترة اللي جاي ماشي 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 ممكن شوية تتأخر معه مباراة كمان او مباراتين كمان على الاكتر لكن في النهاية هيوصل للهدف اللي هو عايزه وهو الحصول على طولة الدور العام النهاردة على كل اللي احنا بنقوله ان الناحة الزينية او هو نفسه مستر كولر كان فيها في المؤتمر مؤثرة كتير من التعب الاجهاد في ماتشات بقى احنا كمان حسمناها بدري بدقة باستقلال الفورس يعني ماتش البنك الاهلي الفاول بدعالي معانول في الديه 18 في الديه 18 محطوط بدقة غير طبيعية بعدها على طول بخمس ست دقائق او سبع دقائق احمد عبدالقادر في الديه 30 عمالها برضو بدقة عالية جدا ببطن القدم من مسافة حوالي خمسة وعشرين او سبعة وعشرين يارضا شايف ابو جبل في ناحية الجنب اليمين حطها له عكس خالص دربت في دربت في بطن الاي مدخلة من تحته الدخلة الماتش بقى تنصف رغم ان الفورس ما جاتلكش زي النهاردة يعني انت لو حسبت الفورس اللي اتيحت لنا او اتيحت الفرقة الاهلي في مباراة البنك الاهلي ولا اللي اتيحت النادي الاهلي النهاردة النهاردة الفورس اكتر بكتير بس احنا في ماتش البنك الاهلي جنين حلوين قوي ديها تمنتاشر جنة عالي وبعدها تمنتسعة دهائية ولا سبعة دهائية وتقريبا دول نهو المباراة اه اه نهو المباراة وبعدين بقت فيه ثقة في الاداء اكتر التنقل بكورة بقى بسهولة جدا مش مستعجل بقى خلاص انت كسبت النتيجة ان غير النهاردة انت عايز تجيب الجنين الاولاني انت عايز تجيب الجنين الاولاني انت ماتش البنك الاهلي الموضوع ده اه ما كانش فيه توفيق النهاردة رغم زي ما اتفقنا انه فيه رعونا فيه عدم صفاء زهن شوية مأثر شوية فيه استعجال فيه قرارات بتتخذ غلط وبرده رجعنا معظمها للزهن المشغول او الماتشات المضغوطة دي كل ده جميل بس برضه كان ممكن اي كرة من دول تخش يعني كان ممكن اي كرة من دول تدخش بعيد يعني انا كل اللي قاله مستر كولر في المقاطمة الصحف انا ماشي معاه بس معاه ده حاجة واحدة حاجة واحدة هي النتيجة اللي خليته يقول كده بيقول انه انه المنافس كان متكتل قوي وصعوبة بالعكس انا شايف من اسهل الماتشات اللي النادي الاهلي وصعوبة للجون بيقولك اكسبنا اه يعني سواء من الاطراف سواء من العمق سواء من التزديد سواء من الفرص اللي راحت انفراضات متاحة انك تسجل منها يعني ايه هو ده بيحصل في كرة القدم وفي ايام بتيجي كده وفي ايام ممكن في التسعين ديها فرصة واحدة وتلاقيها هدف اه هدف اه يعني انت لما تيجي تشوف مثلا مباراة الوداد اللي احنا حسمنا بها بطولة الافريق احنا لغاية الكورنر في الديها سبعة وستين ولا سبعة وسبعين بتاع محمد عبد المنعم مكانش تقريبا فيه فرصة ولا فرصة للنادي الاهلي النهاردة فيه بتاعت مش قل من تسع فرص للنادي الاهلي يقدر ايه بس انت خلاص التوفيق جالك في اللحظة دي النهاردة انت عملت كتير بس اسباب كلنا قلناها الاستعجال الرعونة عدم صفاء الزين شوية مش عارف ايه وبرضو عدم التوفيق برضو عدم التوفيق لان انا شايف انه المباراة كانت متاحة جدا فالحمد الله وان شاء الله نبقى المنشطة الجاية من حسين بدري المنشطة الجاية كل يومين برضو نفس الكلام اللي قاله مستر كولر مو الصفاء الزهني دوت تقريبا تسعين في المئة مقرر اللي انت بتاخذ زي ما قالوا الكابات فالفترة اللي جاية زي ما القرشة انا مش اللي جاي هو الصعب اللي بعد اللي جاي احنا وصلنا للبعد اللي جاي اللي جاي بقى حيتعمل معي زي مستر كولر لا يا كابتن انت انت النهاردة مع صعوبة الظروف مش صعوبة المباراة اخذ بالك فرق كبير جدا من صعوبة الظروف عن صعوبة المباراة المباراة ليست صعبة من وجهة نظر الشخصية طالما اطيحت فرص انك تقدر تسجل بها اهداف يبقى المباراة دي مكنتش صعبة على الاطلاق النهاردة زي ما قالوا الكاباتن واتفق معهم طبعا النهاردة اكتر من سبع تمن فرص للنادي الالي كان ممكن واحدة فيهم تحصل فده معنان المباراة سهلة لكن انا بكلمك في التركيز يا كابتن ايمد التركيز ايه التركيز يعني التوفيق شيء والتركيز شيء تاني خالص مختلف التوفيق يعني اعمل ايه كرة زي بتاعة عبدالادر زي ما قال كابتن وسام حطها في العرض اشطها تخبط في العرض تخش جول تمام كرة زي النهاردة مثلا بيرت سيتاو هل دي توفيق ولا سوء استغلال فرصة لا دي سوء استغلال فرصة هو ده اللي انا اصده انك انت ممكن تبقى موافق يعني انا بقى لعب الكرة بتخبط في العرض وطلع برنا بتخش جول ده توفيق وعدمه لكن النهاردة لما يجيلي خمس ست فرص اتعامل معاهم بشكل مختلف عن الطبيع او المفروض اعمله يبقى ده مش احطها برده تحت سوء استغلال فرص احطها تحت مثلا سوء يعني مفيش تركيز او او زي ما انت بتقول كده الزهن مش يبقى انا لازم اقتنس كل الفرص اللي تتاح ليها خاصة في الشطة الاول من المباراة طبعا لازم يبقى ده الحل ده الحل اللي انا بشتغل اي ده التارجة لا بشتغل عليه الاهلي الافضل اهلي الافضل بدنيا افضل فنيا اعلى مهارات افضل تيك تيكين افضل اهلي بكتير جدا 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 دخولنا للمباراة لازم يكون اسرع من كده بكتير عشان نتجنب ان احنا نروح للشطة التاني واحنا مجهدين زهنيا زي ما قال كابتن مجهدين زهنيا عشان ما نخشش في الحتة دي ان انا هتصرف ازاي في الكرة هتعمل معي بقاني شكل ما اخد بالك انا لما بقى مجهد بدني يا كابتن ما طبيعي زيني زيني انا بقى مجهد وضع طبيعي اخد بالك ليه لان انا مش هعرفها من فبالتالي هدور على حل بديل فالبديل ممكن يكون مش موافق للفرصة او لطبيقة الفرصة اللي انا بشتغل عليها تمام فبالتالي الحسم المبكر للفرص هتحطك في حتة تانية خلص مختلفة تماما تماما يا كابتن انا معاك في ديف فعلا انت عايز تخلص لا 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 بالعكس انا معاك في ديف النقطة دي انا معاك قويش جدا صحيح انا بقول له اه لا 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 انا معاك في النقطة دي لان احنا خلي بالك انا اتكلم على موضوع انك انت ماتش البنك الالي انت حسامت الامور في الديها 18 والديها 30 خلصت 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 18 خلصت 18 خلصت يعني طالما انت وصلت المرحلة انك تسجل هدف بالتالي انت بترعب دوري عايق تماما فمش بترعب كاس مصر يعني الفريق اللي قدامك ما عندوش امل حتة ان انا عايز ادخل في الماتش عشان نروح الى اكسرا تايم واحافظ واجيب جول لا وتسعين دي انا انت بتتكلم في في تسعين ديئة تسعين ديئة وانت لما بتبقى بتبقى مسيطر من البداية وبتتلي تسجل هدف بيبتدي الفرقة اللي قدامك تدور على حلول تانية مختلفة تماما ايه الحلول يبتدي بقى يفتح الجيم بتبقى الملعب بتفتح لك بشكل كويس بتديه عنده اخطافة بتديه عنده خوف وقالق وتوتر من الهجمات اللي انت بتعملها عشان ما تسجلش الهدف التاني المباربة بليها شكل مختلف خالص صح طالما انت الافضل فالاهل النهاردة حتى كمال الاهل الافضل يعني النهاردة مثلا فيوتشر هيطلع طبعا يبقى مبسوط جدا 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 انه قدر يخسر الاهلي نقطتين من ثلاث نقط كانوا مستحقين بالنسبة للنادي الان صحيح فرجل اتكلم في نوعات مهمة جدا لكن اللي جاي اعتقد برضو مش هيبه بنفس يعني مش هيبه في صعوبة جديدة يعني طالما انت بتطح لك فرص وانت حتى كمان مش قادر او مش مش قادر وانت منهك تمام وبتقدر تصنع فرص فاعتقد ان التسجيل المفترض يكون اسهل بازن الله رب العالمين شاء الله ومازال الاهلي متصدرا منفردا جدول الدولي النادي الاهلي في المركز الاول برسيب تسعة وستين نقطة في المركز الثاني برسيب سبعة وخمسين فيوتر في المركز الثالث برسيب سبعة وستين فيوتر في المركز الثالث برسيب تمانية وخمسين نادي الزمالك في مركز الرابع برسيب ستة وخمسين في مصر البورسعيدي في مركز الخامس أربعة واربعين نقطة مولين العرب في المركز السادس تلاتة واربعين نقطة امبي في المركز السابع اثنين واربعين نقطة والتحاد سكندري في المركز الثامن اثنين واربعين نقطة في المركز التاسع فاركو 41 نقطة في المركز العشر سموحة 36 نقطة في مركز الحداشر البنك الاهلي 35 نقطة في مركز التنشر سيراميكا كليوفاترا برصيد 34 نقطة اسماعيلي في المركز التلاتاشر برصيد 34 نقطة أيضا طلاع الجيش في المركز الاربعتاشر برصيد 33 نقطة في المركز الخمستاشر أسوان برصيد تلاتة وتلاتين نقطة دخلية في المركز الستاشر برصيد اتنين وتلاتين نقطة غزل محلة في المركز السبعتاشر برصيد اتنين وتلاتين نقطة ثم أتي حرص الحدود الذي هبط رسميا برصيد واحد وعشرين نقطة هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خابرنا التحكمي المتميز كابت الناصر عباس الحديث عن الحالات التحكمية أرجوكم انتظرو بنرحب بيكم مرة تانية يا عزيزيين مشاهدين ونرحب بخابرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس منورنا كابتن تحاية لكابتن قائم متحاية لكل مشاهدة قناتنا للأهلي في كل مكان تحاية لنجوم الكبار كابتن شريف عب منعم كابتن علام ياهوب كابتن وصام عربي كابتن بالأهلي منورنا كابتن كابتن أيمن قبل مروح للمبارة والتحليل يعني مبارة النهاردة مفيش فيها حاجة بأمانة مبارة عدت بشكل كويس لكن مش تدقل في شغل لجة الحكام ولا حاجة وانت عارف حنات في قنات الأهلي النهاردة بنقول الصح نكلم نهاردة عندنا كابتن بلال سبع حكام دولية واحدة واحدة كده بس عشان إيه الدنيا تبقى ماشية ازاي اش خلي بالك النهاردة عندنا ماشية لأهلي زمانك اللي حيتلاعب حال حيتلاعب بحكام مصريين ولا بحكام أجالب احنا الحكام دولية لسه مش عارفين تمام طيب سبع حكام دولية كابتن بلال المفترض اللي حاكم الدولي ده وطع الأقل بيلعب الأهلي وبيلعب بالزمالك انت متخيلة كابتن بلال النهاردة كابتن علاء حكم دولي في القائمة الدولية يحمل الشرط دولية لم يدير حتى هذه اللحظة أي مباراة لنادي الأهلي مين يا كابتن؟ أي مباراة للنادي الأهلي الحكم محمود ناجي محمود ناجي طيب لو هوا ما بيدرش المباراة للزمالك مفيش مشكلة كابتن علاء ولكن لما يلعب للزمالك وما لعبش الأهلي وإحنا النهاردة البنى بيلعب سابع مباراة للأهلي تاني لما البنى النهاردة يلعب مباراة السبعة لعب ستة في الدار الممتاز ولعب نهاية كاس السوبر ما بين الأهلي وبرمز يعني لعب سبع مباراة وحكم دولي عنده كل قائمة كابتن بلال في القائمة الدولية لم يدير مباراة للنادي الأهلي أنا أقول الكلام دوت ليه كان ممكن النهاردة أنا البنى النهاردة بيلعب للأهلي وفوتشر كان ممكن البنى أنا أشيله يبقى عندي أبشنز لنا نختاره مزبوط ليس زمالك لون هلعب حكم مصريين يبقى مع البنى ممكن يكون أمين عمر يمكن يكون محمد عايب أنا عندي كابتن بلال كابتن الشريف تنوع النهاردة اللي مرنى النهاردة بدي البنى يعني البنى هلعب البنى طبع حكم كويس وحكم الحكام النهاردة حكم جميل جدا بس أنا كان لكن الحكام مش تدخل في شغل الحكام والحكام ولكن أنا بقولك إن حكم دولي ما ينفعش لحد الآن يدير لم يدير مباراة للنادي الأهلي دي بس للعلم وأعتقد إن دي هتبقى مفاجأة لناس كتير لأن حكم دولي ده يعني زي ما بيلعب هنا كابتن شريف كابتن السامة يلعب هنا مش كلام صح مش كلام إنه ما ملعبش هنا ويلعب هنا دي النقطة الأولينية خلينا نروح للنهاردة للتحليل التحكيمي ومن كابتن اللي بيحطه بالحكام؟ اللي جد الحكام يعني أنا هالنهاردة اللي هو مين؟ النهاردة في طول بيلالة كابتن العالية النهاردة موجود وإحنا وقفنا معه وقلنا الرجل محتاج وقت النهاردة يبقى الأربعة أشهر حضرتك النهاردة بتتقضى مبلغ مش قليل مبلغ كبير حتى الآن لم نشاهد التطوير على الأرض الواقع بأمانة طيب هل أنت تدخل التعينات؟ النهاردة خلاص أنت النهاردة عرفت مستوى كل الحكام كابتن بيلالة كمسؤول لجنة الحكام حتى في الأول أنت كنت بتشاهد وتشوف الناس بتشغل إزاي؟ النهاردة أنت مسؤول النهاردة مسؤولة كاملة عن الحكام تعينات الحكام تطوير الحكام ولكن في الفترة أخينا شفنا أخطاء كتيرة جدا جدا إحنا معلجة الحكام طبعا ومع التحكيم ومع بيتور بيلالة ولكن لابد إحنا نشوف على أرض الواقع تنعلق شغل يعني الفترة فاتت فيه أخطاء تحكمية كتيرة قبل ما يمشي حتى كمان كتيرة نعم قبل ما يمشي ما أنت هتلاقي فاجأة مش ذا اللي فات فألحق حتى فأنا أتمنى التعينات يا جماعة يعني اللجنة تكون مسؤولة عن التعينات عشان خاطر من وصلش المرحلة ومش عايز أقول لتفاصيل كلها تعينات معايا يعني قلت فيه مفاجات عني كتير لأ يعني حاجات كتيرة مش وقتها نقولها ولكن دي محتاج حلقة كاملة كاملة نتكلم فيها محمود البناء النهاردة كان حاكم البروة وكان معه أحمد توفيق أحمد توفيق طلب ويسف البساطي وأحمد حمدي رابع وكان خالد الغندور وكان على تقنية الفار نشوف أنه أحمد صلاح أنا بس حدق الأول حالة مهمة جدا جدا يلا يلا كابتل سامير هنا فيه سكوت من مدافع نادي بيرامدس خلاص خلي بك ملازل بك بس عالي عشان بس أنا هورريك هورريك حاجة مهمة جدا الموضوع مش تضعت وقت ولكن النهاردة الموضوع أكبر من كده هنا الدكتور دخل واللعب هنا موجود عم خط يأذن هو لما يقوم يطلع بره الملع سهل أول يعني ياردتين ويطلع بره خط نلاحظ بقى كابتل سامير هو راجل بيطلع اهو بص شوف بيطلع بيطلع لا خليك بس معايا يا أنا سامير كده نمشي ونشوف ستوب سؤال فين الحكم الرابع أنا كحكم الرابع نهاردة ما تسئول على المطاقة الفنية خلاص الراجل خرج ومعايا كابتل بلال لا دي لقطة مش يعني لقطة ما تستسبش أنا كحكم الرابع نهاردة وظفتي أسيطر على المطاقة الفنية من فضلك ما تنزلش يعني قاله إلا لما الحكم يديك إشارة ولكن من غير ما أقول نهاردة أنلاعي بيطلع خلاص خرج وأنا كحكم هستأنف وفوق أداء الناس نزلة بكل هدوء المشكلة مش مشكلة تهدعتها كابتل علاقة لا لكن إنت لو مدارب النهاردة هذا بيقصر رتم اللعب يعني أنا الوقت هتحسب ولكن أنا ما بجأ أنا كلعيب أو كتيم بشتغل على نفسي وبهاجم وبروح وتبع أنت موقف اللعب خلاص همت اللعبة قصرت الهجمات ده العكس العكس فخر الماتش يا كابت نعم العكس فخر الماتش الرجل الباكلفت ده على طول وقع مرتين بالزبط بالزبط وروح مدخلهم ده إسعاط ده إسعاط يا كابتين معي بات وعالجوه ها والإسعاط داخله عشان تشيله لأ ضحط الإسعاط جنبه وساب ده كانت تعالجه وبعد كده راحت السابعة دقيق اللي إحنا بنتكلم فيها بأني بس أقول الكلام ده كيف شريف لإن أنا كحاكم رابع ليه وظيفة من فضلك ما تنزلش خلاص هو خرج حكم استأنف يبقى هنا النهاردة احنا بنمشي يا جماعة احنا كرة القدم النهاردة بقت كلها سريعة انا بس بالنسبة دي لقتها واحدة في لطات كتير احنا كنا بنشوف يلا الحالة اللي جاية هنا بنشوف هنا احمد عاطف الرجل هنا اشار عمل الدليل عشر على عشر وسامح المساعد خلاص هدف تمام نقب بس كده هنا كانت حاجة اسمها الخطوط انا ما بتكلمش وما بكتهيتش هنا بنشوف الخط هنا اللحمر هو بياخد من على الكتف الخط الاحمر بياخد من اين من على الكتف والخط الازل او نازل على قدم اللاعد من الاهل البعيد هنا طالما اللحمر هنا اقرب لخط مرمى المنافس هنا البر هنا كان النقاط صحيحة وكرر البر كان صحيح فيش فاكت هاد هنا في جزء هنا بنحمد عاطف حتى لو جدت اللعبة قبل قبل اخطوط الفور يا سامير من فضلك بس قبل اخطوط الفور معلش سامحني بس يا كابتن هنا شوف هنا الجزء اللي هو من الكتف تمام والحكم مساعد هنا عمل الدليل وبعد كده اشار على اه التسلل يبقى انا عندي قرار حكم مساعد تمركوس قراره اشار على التسلل وهنا الفور بيأكد على ان الهدف مش هدف دي اللعبة كله دي مسبب لنادي اه فونيتشر لبعد كده نفس الحالة هنا كابتن بلالة كابتن شريف هنا الكل قالك ان علي معلول كان في موقف سليم تمام نشوف الحالة احنا بنتكلم فيه يعني نشوف هنا الحالة هنا ايضا هنا البار تدخل وهنا البار البنة هنا بيستنى هو بيرفع تسلل نشوف الخطوط اللي تعاملت من حكم احمى خير الغندور ونشوف هنا الحالة هنا بردك بياخد منين اقرب جزء المرمى منافسه هو كابتن علاء كابتن شريف هنا بالنسبة المعلوم اقرب جزء ايه اقرب جزء للمرمى ايه القدم هو خد من القدم هو صح وخد اقرب جزء من اللعب اللي هناك المغاطر فروب هو ايه حمد فروب ايه القدم ايه القدم هنا معلوم سابق ومجدون هنا القرار كان قرار صحيح في الهدفين الغاء الهدفين كان قرار الحكام المساعدين هنا الحكم مساعد هنا اشهر بيستمر اللعب ولكن البار اكد على تسلل وقرار البار كان صحيح والحالتين البار كان فيهم صح كابتن علاءة نروح له الحالة اللي جاية وهنا مطالبة بلمسة يد على محمى العب منع بنى قريب جدا جدا ونوارده بنى كان ماشي كويس اوه جماعة ما عندوش اي مشكلة فيه هنا بنشوف هنا الكرة هنا فينا كابتن بلال كابتن ايمن بيتيجي هنا في الجسم موتيش هنا ايد ولا ايد وغدة حيز ولا اي حاجة خالص وهنا استمرار اللعب كان قرار صحيح من البنى وكان قرار صحيح من الحكم الفور هنا هنا بنا انت قريب تقريبا خمس ستة يارضة وهنا في مخالفة كانت في ديئة ستة مخالفة في ديئة ستة كانت على حدود مطالة الجزاء نشوف هنا الشد من الشد اللي هنا بس بس نرجع تاني انا مش اقولش من جوه لا هي مش من جوه هي من بره ولكن الشد دي في القانون نقفة السمير معلش نسامحني بس هاف هنا انا هنا بيقول جماعة احنا قلنا انه دي منطقة حدود مطالة الجزاء عندنا اللاعبين عندهم مهارة عنده ستادي يعمل الكرة جنوى ممكن علي معلول عملها في المباراة الفاتسيح انا النهاردة عندي لعب يستحق البطاقة اللي هو رقم اتنين في شد واضح يستحق البطاقة صفرة وتحسب مخالفة هنا على حدود مطالة الجزاء دي ممكن كان في ديئة ستة هو النهاردة اللي بنا خلى اللاعبة تواصل وده انا شايف ان ده قرار قرار غير صحيح كان لابد يحسب مخالفة ودي فيها بطاقة صفرة الحالة اللي جاية وحالة برده غريبة يعني انتو حيرتونا المساعدين حيرونا نهاردة اللاعب ده علاء كابتن شريف حكم المساعد التاني احنا قلنا تعمل الدليل طالما اللاعبة بتبقى دقيقة شوية هات يا سمير نسا نمشي سنة كده سنة بس ساعة ما تيجي في رجل بس كده كمان سنة هنا المفروض نعمل لك بها دي نصيحة للحكام المساعدين وبنقول لهم دايما في مثل هذه اللاعب دقيقة انت كحاكم مساعد خلي اللاعبة تواصل مزبوط كمان لما تبقى واضحة قوي ارفع صح انا عامل مقارنة بين حاكم مساعد رقم اثنين وحاكم مساعد رقم واحد في اللاعبتين هنا رفع واستعجل مزبوط خلي النديم في واحدة بعد كده للاحمد عاطف لحمد عاطف وبين انا بس بس يا بلال يا كابتن علاء يا كابتن قسامة يا كابتن شريف هنا الشحات لو ما كانش تساله هرجع بس ما ليش نسمحني يا سمير هنا النهاردة انا قتلت الهاجم خلاص وقفتها مزبوط والبنة صفر طب ما تستلنا شوية يا جماعة في حاجة اسمها البرتوكول في البرتوكول ده لكواعد اشتغلوا عليها صح وإحنا هنا بنقول كل مرة بنقول لكم ايه الصح بتعمله ايه تعال هنا هو استعجل ورفع في لعبة انا حاس ان هي ايه اه تسلل فيها شك ولكن فيها شك صح سيب اللعب وبعد كده يبقى نصف تعال نشوف اللعبة التانية هنا يا كابت هنا نشوف الفرق يا سمير معلش النهاردة حلقة مهمة ما يشع نتابك معايا نرجع تاني هنا احمد توفيق المساعد رقم واحد شوف يا بلال شوف يا كاتل اسامة نمشي يلا فيه مأكف تسلل ولعبة هي هي اختها نشوف هنا تصرف الحكم المساعد رقم واحد خلى اللعبة يستمر 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 ومشى 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 واستمنى كان ممكن تيجي جوه حتى لو كان رفع تسلل كان الفرها يراجع ولو كان يحسب جوه ده اللي احنا بنقوله نيه الحكام المساعدين مفضلكوا التركيز مهم جدا يا جماعة فيه المباراة اللي جاي حالة مهمة من الحالة المهمة وهنا بنشوف هل هنا تستحق بطاقة حمر على نصر لا يا ابندي بيراميز نشوف هنا كابتن اسامة وبنقول هنا ايه نتكلم على الاهمال والتهور وستقدم كوة زايدة هل هنا كوة زايدة ولا اهمال ولا تهور كوة زايدة كوة زايدة طب لو هي لابسة اول كابتن شريف بقى في الرجل كارتح لما هنا فيه تاتش لما هنا فيه تاتش خب اه انا رفع رجلي بس هنا الوش الحزاء راح تاتش في رجل محمد هنا هنا بطاقة صفرة فعلا مستحقة ولكن هنا هو اشهر بطاقة البنى في هذه الحالة طبعا اللحمر مش موجود لان هي اللحمر امتى يا كابتن ايمن لما يبقى الاستاذ راحة بكوة في الرجل وجاي من المسافة وهكذا بنفرق ما بين التهور والكوة الزايدة اللعبة اللي جاية اللعبة مهمة جدا مطالبة براكلة جزاء لبيرامتس نشوف للاندل الاهلي نشوف هنا هل فيه راكلة جزاء هنا البنى اشهر بيستمروا اللعب واحتسب رقنية نشوف هنا هل فيه مخالفة ولا مفيش نشوف هنا الكرة تصطدم فين في الرجل وبالتاني مفيش مخالفة راكلة جزاء هذا التحكيمي متميز النهاردة وزي ما قلت الفار كمان النهاردة كان متميز الحاجة الوحيدة اللي بتكلم فيها كابتن ايمان تعينات الحكام انا كان من رأيه وانا بدخلش رجل الحكام البنى النهاردة كان ممكن اي حكم مدير وكان ينتظر لهل يكون فيه حكم اجانب ولا حكام مصريين دي كانت اخر حاجة معنا بشكر حضرتك شكرا جزين كابتن ناصر شرفتنا اللي خليك بنتهى الفقر التحكمية عزيزي مشاهدين بناصر لنهاية للسود التحليل للمباراة الاهلي وفيوتشار والمؤجلة من الجولة رقم 24 الدوري المصري الممتاز للكرد القدم والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف ومواصلة النادي الاهلي تصدره للقمة منفردا كل التوفيق للنادي الاهلي في الفترة القادمة الصعبة ان شاء الله لحسم الأمور شكرا كابتن عاما كابتن سامو عربي شكرا كابتن عاما شكرا كابتن عاما شكرا كابتن عاما وكل التوفيق ان شاء الله المرض ان شاء الله كابتن أحمد بلاي شكرا كابتن شرفتنا شكرا والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى امل ان نلتقي بكم مرة اخرى وستوديو تحليلي اخر لكم مني قطيب المنا وارقة تحياتي